تأكيد في ظل الاقتصاد الحر سوء عرض وطلب لما العرض بقل في ظل طلب احنا عارفين ان في حوالي 20 مليون و 600 ألف تلميذ دخلين على المدارس وبالتالي كل الأسر بتشتري مستلزمتها وبالتالي في طلب كثيف على المستلزمات المدارس من الزي من الأدوات المدرسية المختلفة وبالتالي العرض اذا لم يكن بنفس مستوى الطلب بيحصل ارتفاع في الأسعار احنا لاحظنا السنة اللي فاتت كان في ارتفاع في الأسعار والسنة دي ايضا في ارتفاع في الأسعار وبالتالي هذه المبادرات بتأتي في الوقت المناسب احساس وزارة الداخلية والحقيقة احنا ملاحظين ان وزارة الداخلية بدأت تعمل مشاركة مجتمعية شفناها في المستشفيات اللي ابتدت وزارة الداخلية تسمح للجمهور انه يدخل عادات الخارجية شفناها في قوافل الطبية شفناها في سلسلة منافذ أمان اللي وصلت دخل على ألف منفذ ما كانش موجود قبل كده هذه المشاركات اللي ابتدت تمارسها وزارة الداخلية كدور اجتماعي مهم لضبط احداث درجة من التوازن ما بين العرض والطلب في السلع والاشياء التي تهم المواطن تهمه في أكله تهمه دي سلسلة أمان والحقيقة كان دور هايل وأنا مقدره وشفت المنافذ اللي قامت بها وزارة الداخلية في هذا المجال ثم في سلسلة الآن المبادرة التي طرحتها وزارة الداخلية لتوفير هذه المستلزمات والحقيقة برضو حجم الانتشار اللي ابتدنا نشوفه نشوفناه في أكتوبر شوفناه في الدراسة وشوفناه في الجيزة بنشوف منافذ ومعارض كثيرة لمستلزمات المدارس مستلزمات المدارس الحقيقة كل أسرة زي ما أنا قلت حجم الطلب على مستلزمات المدارس بيهم كل مصري لأن بالتأكيد عنده تلميذ أو عنده طفل في مرحلة الدراسة شوفنا قد إيه مع ارتفاع الأسعار وخرجنا من موسم العيد أن التوقيت ملحقناش فحتى كانت المناشدات من الأسر لوزارة التربية والتعليم بتأجيل الدراسة أسبوع والأسبوعين المناشدات للوزير عشان الناس تشم نفسها شوي عشان الناس تشم نفسها لسه خرجا من عيد الأطحى المبارك فالالتزامات والتقوص والشعائر الدينية مع التضحية والواجب العزومات وأول آخره تكلفة على الأسرة أعقبها دخول المدارس في الوقت ده نلاقي بقى الأسعار مرتفعة والمكتبات ما شاء الله الأسعار فيها مبالغ فيها فكان دور مهم جدا ومبادرة الحقيقة أسعدتني جدا من جانب وزارة الداخلية أن أشوفها حسة بتوجهات وبتوجهات من رئيس الجمهورية وبتوجهات من وزير الداخلية أن يتم هذه المبادرة وبسرعة قبل افتتاح المدارس بحيث أن تكون الأسعار في متناول الجميع بالمناسبة هناك الأسعار أقل بنسبة توصل لـ 40% 40% دا رقم من 25% لـ 40% أقل من أسعار السوق